في نهاية 23 دار الإفتال من المصرية خرجت ببيان او بتصريح بتقول ان هي قدمت في هذا العام فقط 2023 مليون وستمائة الفاتوة اكتر من مليون وستمائة الفاتوة والحقيقة انه ده بيكشف رقم مبالد فيه حتى وان كنا تقريبا 110 مليون او 75 مليون مواطن مسلم في سن الحصول على الفاتوة الناس يعني المكلفة يعني من وجهة النظر الدانية ونتكلم عن 40 مليون فاتوة فتقريبا احنا عندنا لو حسبناها على 365 يوم هنلاقي عدد مهول من الفتاوة يوميا وده الحقيقة ممكن يخدنا بقى لسؤال هي طبيعة الفتاوة دي لو بتتبعوا البرامج التلفزيونية او البرامج الإزاعية او حتى اليوتيوب والسوشيال ميديا هتلاقي انه مش هقول اغلب الفتاوة ولكن كثير من هذه الفتاوة مرتبطة بالجنس او مرتبطة بامور مرتبطة بالجنس او مرتبطة بامور مرتبطة بالجنس ده ممكن يخلينا نكتشف عن مسألتين في القصة دي او في الاشكالية دي انه رقم واحد هناك خلل في طريقة رؤيتنا للجنس انه بيخليك بشكل مبالغ فيه تسأل فيه وتستفسر فيه وتعاني من تقنيب الضمير او انا ممكن اعمل دا ولا ماشو ممكن اعمل دا طب ولو عملت دا عملو ازاي ولو عملت دا وعملت بالطريقة المثلى هل هيبقى علي زمنو ولا معليز زمنو دي حاجة الحاجة التانية مركزية بقى الجنس او مركزية الجنس في الفقافة الدينية حتى ما اقدرش اقول الثقافة الاسلامية لانه بصراحة شريلة حتى الثقافة المسيحية او الديانة المسيحية رؤيتها للجنس اكتر محافظة او اكتر انضلاقا من الرؤية الاسلامية طيب سؤال يعني اذا كنا احنا كعلمانيين بنشوف ان في نوع من انواع التهافد في تناول الاسلاميين او الاصوليين للجنس والامور المرتبطة بالجنس طب احنا كعلمانيين بنتكلم ليه الحقيقة بسبب الموضوع ده بسبب الخلل ده لانه اذا كنت مفترض كفر عندك الحد الادنى من الوعي والحد الادنى من العين وعندك احتياج ما لفهم المسألة الجنسية اكيد اخر حد ممكن تلجأ ليه رجل الدين يعني انت عندك ثلاث او اربع او خمس او ست او عشر وظائر تلجأ ليهم اخصائي الصحة الجنسية طبيب امراض الذكورة طبيب امراض النساء اطباء متخصصين الطب النفسي كتير جدا ممكن يفيدك في مسألة الجنس بالمعزم عن دجول الدين اللي هيطلع لك كتب من التراث للاسف يعني كانت رؤيتهم للجنس اكيد رؤية قاصرة مش بحطم ان هم كانوا ناس وحشين او ناس مش كويسة لكن بحطم التقدم العلم وانه في امور كتيرة كنا بنفسرها زمان واقصد زمان ده يعني من مئات السنين او قرون عديدة بشكل متهافت او بشكل غيبي او بشكل موراي النهاردة العلم قدر يقدم لها تفسيرات وكزالي في الجنس يعني والسؤال برضو طيب يعني اذا كان برضو الاسلاميين هيسألوا في المسألة دي فانتو النهاردة طالعين بس تقدموا الطرق بقى العلمي عن مسألة الجنس هل الجنس بهذه الاهمية وهل الجنس بهذه المركزية في حياتنا عشان نتنوق اه فاضح مهم على البعد الفردي ومهم على البعد الاجتماعي مهم على البعد الفردي لانه العلم اللي بيقول مش احمد سامر اللي بيقول ولا العلماني اللي بيقول اذا كان الانسان عنده خلل في المارسل جنسية او خلل في التلبية احتياجاته الجنسية هلقى عنده قصور في التواصل الاجتماعي قصور نفسي قصور حتى في الانتاج وعلى المستوى الاجتماعي تعالوا بقى حدس ولا حرب لحد النهاردة عندنا بنات مصرية بيتهم اتهت وهي امام اهلها بحجة او بفكرة او بثقافة غشاء البكرة بيتعمل دخلة بلدي والناس لازم تشوف الفرض ولازم تشوف شرق البن وده بيعكس مش بس المشهد ده المشهد الجنسي ده لا لا بيعكس حاجات اهم وابعد من ذلك وابشع من ذلك وهي فكرة القاهر الاجتماعي فتعرض ليه فتاة لا سيامة فيه المناطق الفقيرة والمناطق الاكثر تخلفا حضاريا وتخلفا معرفيا دي واحدة يعني طيب رقم اتنين عندك مثلا ملف التحرش الجنسي مصر للأسف مع باكستان من اكتر دول العالم في تسجيل حالات التحرش بالمناسبة تسجيل حالات التحرش مش وقوح حالة التحرش لانه ليست كل حالات التحرش الجنسي بتبقى مسجلة او موثقة او كل ما مش عايز اقول لي انا عشان ما اقعش الفخ التعمين اغلبه شاهد بنات بتتقدم ببلغات للتحرش وحاجات تبقى موثقة فيه كاميرات جايبها في الشارع او فيه شجود ولكن للأسف جهات التحقيق او جهات تنفيذ القانون بتتواطق مع المتحرش حتى بدافع مش يقولني زمن او مش هقول بالعكس انا شاهد ان الدولة خدت مواقف ايجابية في ملف التحرش بس بفكرة الثقافة الدكولية المسيطرة على المجتمع اللي هتلاقها مسيطرة على كل الوظائف اللي انا استثني منها وزيطة يعني انه دي قضية بسيطة وايه يعني قال الكلمة وايه يعني مد ايده قد يعني استقلاله لانه طبعا المسألة بيبقى فيها شق قانوني او قضائي بيجرم هدا الفعل السياحة ملف السياحة وشوفنا شكاوى مرارا وتكرارا من السائحات وللأسف ايضا مصر مصنفة عالميا يعني النهاردة احنا عندنا تصنيفين كويسين وغادين فيهم مركز كويس مصر مصنفة عالميا من الدول الغير امنة للنساء فالنهاردة الفرص الاقتصادية اللي بتجيلك او الفرص الاستثمارية اللي بتجيلك من ورا السياحة انت بتتعرض فيها لانتكاسة لانه السايح بيبقى عنده مشكلة انه يجيلك وبالتالي السايح مبيد دخلكش ناخد اجنبي يفيدك ويفيد حياتك ويفيد اقتصادك لمجرد ان انت عندك هوس جنسي مورد انت عندك خلال جنسي مورد انت عندك كبت جنسي فالجنسي بالاهمية اللي احنا نقشه بشكل متهفد ومش هنقشه بشكل ديني ومش هنقشه بشكل ان احنا محملين بثقل الموعظة وبثقل تقنيب الدمير زي ما بيتمه ممارسته في الاوساط الدينية ودايما كلنا وإحنا صهيرين وتحديدا في فترة المراقة لما كنا بنفت في الجنس يطلع علينا صديقنا المتحزل يقولك انت سألت شيخ سألت شيخ يعني مفترض ان احنا النهاردة متخطيين مسألة الشيخ صديقنا جوجل وصديقنا المواقع البحثية المختلفة تغنينا عن الشيوخ لكن لا تغنينا عن الرأي الطبي والرأي العلمي قبل شهور اللي قرر كتاب للمكتبة العربية مهم جدا بيتناول مسألة الجنس بعنوان كلام العلم في الحب والجنس والحقيقة ان الكتاب لما قريته الكتاب مش بس بيتناول المسألة بشكل عيني او بشكل تخطيفي لانه المفترض اللي جاي يحضر ندوة علمية المهاردة اكيد مش منتظر يحضر ندوة تخطيفية عن الجنس مش هو ده السياق ولا هو ده النصق بتاع صميم علمية ولكن جاي لناقش اشكاليات متعلقة بالجنس الحقيقة ان الكتاب تناول قضايا عديدة تناول ملفات اعتقد ان هي لم تتناول من قبل او حتى لو تم تناولها من قبل في دراسات او ابحاث بالعربية لم تتناول بمثل هذا الاتساع الكتاب جاي في حوالي 15% مش حوالي 15% تناول في المؤلف بعض الامور العلمية البحثة تناول تماث الجنس ومفهمه مع الحب اخلاقيات الجنس التربية الجنسية التحرش الجنسي بعض القضايا اللي المفترض كتير من المنصات الثقافية في مصر والبحثية بتخذ المنية تتكلم عنها زي المسلية الجنسية والهوية الجنسية ومن الرسمة المسلية احنا عندنا مشاكل في المنطقة العربية في رؤيتنا للمسلية الجنسية يكونك رافط بالمسلية الجنسية دا حقق محدش قالك اقلت اخرج بالمسلية الجنسية بس بشو ما حقق انك تم vigor اولا اطهاد ولا تحريد ولا قرية على شخصه عنده مشكلة في الهوية الجنسية من وجهة نظمك حتى مش هوية فيها مشكلة بشكل عام وده مش رأي اي لا رأي بالرأي العلم عندما يتحدث العلم فعليك ان تصمد. عليك ان تحترم العلم. لان العلم لا يتعامل باهواء ولا بعاطفة ولا بايدولوجيا. العلم يتعامل بما هو تحت المدهر. العلم يتعامل بما هو محقق في العلوم الطبيعية.